موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين المشاهدون والمشاهدات الأكارم أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم هي فرصة والفرصة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي فرصة المنصب وقد قيل لو دامت لغيرك ما وصلت إليك هذه المناصب الكرسي لا يدوم تولي المناصب مهما كان حجمها صغيرة أم كبيرة هي مسؤولية وأمانة إذا أسيء استغلالها تحولت إلى مصائب وكوارث تصيب صاحبها وتمتد آثارها إلى الشعوب والأوطان المنصب تكليف وليس تشريفا لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة الرفيعة التي تدرك جيدا أن المنصب وإن طال توليه فهو زائل لا محالة وتدرك أيضا أن المنصب هو الذي يسعى إليك ولا تسعى أنت إليه وعندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حسن فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فقوموني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق له وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق منه الإسلام يحرم استغلال المناصب لتحقيق أهداف ومصالح شخصية ومنافع ذاتية وأوجب أداء الأمانة بمختلف أشكالها ويجدر بمن تولى مسؤولية المنصب أن يكون على علم ومعرفة وخبرة كافية تمكنه من تحقيق آمال وطموحات وطنه ومواطنه لقد وضع الإسلام أسسا وقواعد متينة لتولي المنصب والأعمال من بينها الأمانة والعلم والكفاءة والمقدرة فلا يجوز عند تولي المناصب أن يكون الاختيار قائما على أساس من اللون أو الجنس أو انتماءات معينة أو صلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة أو العلاقات أو الأهواء الشخصية بل يكون الأساس في اختيار الأصلح والأقدر على تولي المسؤولية المنصب قائما على أسس متينة من الأمانة والعلم والمقدرة والكفاءة فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني أي ألا تجعلني واليا أو أميرا على إحدى المدن فقال أبو ذر فضرب بيده صلى الله عليه وسلم على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أخرجه الإمام مسلم وبعد أن تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة قال اللهم إني شديد فليني وإني ضعيف فقوني وإني بخيل فسخني وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وضياع الأمانة إنما يكون بأن يتولى الروايبضات المسؤولية الروايبات هم السفاء الذين يتكلمون في أمر العامة ولقد كان عمر بن الخطاب يقول لرعيته إذا رأيتم في عجاجا فقوموني بحد سيوفكم وكان يقول رحم الله امرأ رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وقام يوما من الأيام فقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فقام سلمان وقال لا سمع لك ولا طعه قال ولما قال لأنك بالأمس وزعت ثيابا ورأينا من وزعت ثياب من واحد واحد لكل شخص ورأيناك الآن تلبس ثوبين فمن أين لك الثوب الثاني فقال يا عبد الله يعني عبد الله بن عمر ابنه قم وبين للناس من أين الثوب الثاني فقام ابنه وقال أيها الناس أنتم تعلمون أن أبي رجل طويل وقد أعطيته نصيبي من الثياب فقال سلمان أما الآن فقل نسمع لك ونطيع وهو الرجل الذي كان يقول والله لو عثرت والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عز وجنعا عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر وهو الذي كان يقول في زمن المجاعة لما سمع بطلة قرقر قال قرقري أو لا تقرقري والذي نفس بيده لا تضتذوق اللحم حتى يشبع منه أطفال المسلمين حتى يشبع أطفال المسلمين هكذا يجب أن يكون المسؤول يتحمل المسؤولية والأمانة وإن المنصب لفرصة لمن استثمرها في مرضات الله تبارك وتعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من تولى من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به ومن تولى من أمر أمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه أترككم في رعاية الله على أمر لقابكم في حلقة جديدة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا فرصة هيا فاغنم خصها الرحمن فعلا من يفرد سوف يندم هيا فرصة والله فرصة هي فرصة هي فرصة والله فرصة فرصة والله فرصة هي فرصة ترجمة نانسي قنقر